السلام عليكم حبابي كديري اللبس عليكم بخير كديري المصحيحة مزيان أمركم هانيا كانت مننا شكونوا بخير وعلى خير وإن شاء الله غتكونوا بخير وعلى خير طبيعة الحال أول حاجة بغيت نشكر الله سبحانه وتعالى على تشتيوة اللي تعطاتنا وفرحانين بها يا رب يكمل بالخير ويكون العام بزين زين بزيف وترجع زعمال فرحة لقلوب ديانا الحمد لله وغتكون إن شاء الله غاي كل عام مزيان تبارك الله رشاة صابة في المناطق كاملة المغربية الحمد لله ونشكره والله يبعد علينا عد الوباء كما كتشوفو غندخلو في الموضوع ديانها كما كتشوفو يا أخوان الكسابة اليوم بختاريت نهضر على واحد الموضوع اللي دابة كن وجدوا لي والأغلبية دي الكسابة دابة مخدامين علي وكيوجدوا رسهم وهو الخروف دي العيد يعني العيد عيد الأضحى من بعد رمضان إن شاء الله اللي يدخلوا على النفس الصحة والعافية والجميع المسلمين يا رب يا أخي الكساب الخروف دي العيد مهم بزيف هاد الموضوع وبغيت نعطي بعض النوقات وبغيت نعطي بعض الأفكار اللي تقدر تستفيد منهم وغادي يعونوك إن شاء الله أول حاجة يا أخي الكساب دابة كما كان عارفو بزاف الناس خارجين كي ياخدو كي يشريو من من الأسواق ومن الكوارا اللي كيكونوا كيعارفو أول حاجة يا أخي الكساب من اللي تجيب واحد القاطع جديد وش بغيت دخلو عندك الزريبة ديالك ويكون عندك انت عادي جا قاطع ديالك ما تخلطش القاطع مع بدياته الظروف الصحية يعني خاصة القاطع جديد يكون في واحد المكان اللي غادي جلس فيه بوحده باش تراقبوا مذيان وتشوف الصحة دياله وكيف يجديرها واشا ما عنده شي أمراض اللي غا تقدر اللي ستر تكون معدية لتعادي لك القاطع ديالك هاديك هاديك الفترة راح مهمة ومهمة بزيف من اللي تجيب القاطع ديره في واحد البلاسة تكون يعني انقية لا من ناحية البلاسة اللي غادي بزيف يكون فيها لمن ناحية اللي زابروفور يعني شوارج ديال ما يكونون قيين تكون الامور كلها مضبوطة المدة ديال تلت يام الاولى غادي تعطي واحد الخل بيطاري ضروري باش يساعدك مزيار راه مفيد يعني غا تجيبه من عند صيدالية صيدالية بيطارية ولا طبيب بيطاري هادي من جيها وغادي تعطيه تبن ضروري دائما يكون تبن والما ضروري المدائما والتبن وتحرس انك تعطي الخل بيطاري من بعد مني تكمل تلت يام غادي تعطي الجلبة ديال المرارة ضرورية يعني غا تدقها كما كان عارفه دا بعض الجلبة راه مروفة كيفاش كتاك بين جلد واللحم تحتارم غير الجرعة اللي غادي تعطيك الطبيب البيطاري غادي تخدمها وتحرس انك تعودها على واحد وعشرين يوم باش تكتاسم ذاك الماناعة عند هداك الخروف ويستفيد منها كتر هادو هادو مرارة المراحل اللولة اللي غا تقدر تدوز منهم ومهم من وخصيك ضروري تديرهم باش القاطع ديالك يستفد منهم ندوزوا المرحلة الثانية من اللي يوصل للخرفة عند عندك او للخروفات لسبع ايام حتى العشر ايام يعني غا تبدأ تدخل الماكلة هادو الفترة اللي مهم ما حتا هي يعني الماكلة نحاول انني ندخلها تدريجيا ونحرص انني نعطيهم واحد المضاد ديال طوفيلياش سوات شراب سوات دقان شوف انتافاش غادي ترتاح هما بجوجرهم مزيانين يعني ونحرص على حتى هو الاعادة ديالو على خمسة عشر يوم ضرورية باش حتى هادوك الطوفيلياش يعني من اللي يخلوا البيض ديالو هادوك الدواء كيدير الخدمة ديالو كيحيد ذاك البيض وكيكون الخروف يعني صافي وكي ذاك الوجبة ديال الماكلة كتبان عليه وكيكون في صحة جيدة ضرورية اخ الكسة بتحتارم هاد القواعد والقاعدة الثالثة والتي هي من المهمات اللي يخصم يكونو وهي انك تحرص على الماء وتحرص على البلاس اللي غايكون فيها هادوك القاطع تكون نقية ونحاول انني ندر نفرق ما بين الخرفين في اللاج في الآمار ديالهم وحتى في يعني في البوا ديالهم الصغير مع الصغير والكبير مع الكبير باش يكون عندي واحد نظام ديال الماكلة مزيان وكل حاجة تاخذ لتستحقها باش تتكلوفة ديالك ما طلعش علك بواحد الريش ممكن ما كان عرفو الحاجة كبيرة مش هي الحاجة الصغيرة يعني ننظم راسي باش تكون الامور عندك مزيانة وثالث ورعبي حاجة وهي خصك ضروري ضروري تاخد تلك البلوك ديال الملح تحطهم او اللاسين في راه مهم مهم بزاف يعني راه فيه واحد الفيتامينات اللي غادي يستفد منهم هادوك الخروف احنا كنعرفو دبال اغلبية الكساب هكي بغي يجيب غير الملحة العادية الملحة العادية ما عندها ما غا تفيدك يا اخي الكساب يجيب البلوك را ما كيتقامو شغالين وموجودين في الصوق ولكن راه عندهم واحد الفوائد اللي كتير كتيره بزاف يعني اللي غا يستفد من هادوك الخروف ويجيب البلوك كينسي ام في اللي حتى هو راه موجود في الصوق في بعض الشركات معينة يعني راه فيطامين اللي كيعاون هادوك الخروف يعني هاد النوقات حاول يا اخي الكساب انك تخدم عليهم وحتى في حالة الى بلك مثلا شي خروف يعني في اندو شي مارد او لبالك يعني خصو ضروري ياخد المطاد الحيوي يعني من اللي تعطيه لانتيبيوتيك حاول انك تحتارم الجرعة وتحتارم الفترة ديال داك لانتيبيوتيك يعني لك انتي غا تدفع لك الزعر حتى تود ديك المرحلة ديال الدواء لحقاش هادك الدواء را تيكون خاطر على المستهلك هدي من جيها وتحتارمي لك انتي غا ديال العيد الكبير انك تحاول تفادى من اللي يقرب العيد الكبير ما تداويش هادك الخروف باش يوصل للمستهلك باش انت يبقى دعميرك مرتاح وتقول الامور عندك مزيانة لانسان من اللي كيدربتها مارا وكيدكرفس يعني راها اجروا لله سبحانه وتعالى ولكن ما فيها بس انني نوصل للمستهلك وحد المنتوج اللي نكون انا شخصيا راضي علي ونكون انا يعني ضاميري مرتاح من ديك الجيها باش كل امور عندك مزيانة وتكتسب تطيقة ديال المستهلك هادو نصائح اللي تقدروا تستفدوا منهم وتمالي غا تقدروا تخدموا عليهم حاوت انا نقربكم منهم وان شاء الله غا نطرف فيديو اخر باش نقول لكم كيفاش طريقة ديالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال يجب ان يكون جيدا ويكون في المرتبة جيدة هذه النصائح التي تستبدو منهم وخدمو عليهم يعني لا تقولوش هذه النصائح غير نجيب انا الخروف ديالي سوف نحطوه مشكلة لأخي الكساب تبع هذه التعليمات والحمد لله ده باركين تقنيين يمكن اطباء بيطاريين اللي غاديدوا تستافدوا منهم كتر يعني يحتفل ادوية في الجوعات تحتار مو الجرعة ديالالالالادوية اللي غيعطيكم الطبيب البيطاري ع العمر ديالالالخروف يعني تحتار من العدد اللي غاديعطيك باش تكون عندك الامور سليمة ويجب ان تكون عندك الامور مزيانة لحقاش احنا كما كان عارفو الانساني لكان غادي يخدم يخدم بعقلانية ويخدم بوحد يعني بوحد النظام سواء في الغذاء سواء في الأدوية باش تكون عندو الأمور دياله مزيان باش تدوز الأمور كلها بخير إن شاء الله وعلى خير وكانوا هدو بعض النصائح اللي بغيت نشاركهم معاكم في البداية حينت دا بعرفت الناس الأغلبية الحمد لله كسناشطين وفرحانين وحرفشم أنهم غادين يمشيوا غادين يشريوا دا بامل للسوق وغادين يبدأ بنادم كيدخل دا بغيت نشارك معاكم هدو نصائح باش تحتارموهم وتخدمو عليهم وتستافدو منهم ورغي اعطكم واحد النتائج اللي مزيانة وغادي تستافدو منهم اكثر كانت مننا إن شاء الله يعجبوكم ومتنسوناش بوحد البارتاج بوحد أبوني وبوحد لايك وتبارتاج يولي القناة ديالي معقال الناس اللي كتعرفو باش يوصلكم دائما لجديد وحتارمو حتارمو يا أخواني الكسابة حتارمو يعني أي معلومة تعطاتكم من عن تقنيين أو لبيطاريين يعني في المجال ولي عندهم تتجاريب حتارموها وباش تكون عندكم واحد المنشوج ديالكم مزيان وتدخلوه إن شاء الله للسوق يعني إحنا هذا من بعض رمضان إن شاء الله رمك يكونت الوقت بزاف كيبدأ بندم فرحان وكيبدأ يوجد الصوق دياله تدخل تلا دخلت إذك الإنتاج ديالك يعني الصوق قد دخلو بوجهك حمار وقد دخلو فرحان وانت راضي لي وعارف راسك اشنو اللي يعطيتي واشنو اللي يدرتي وكل واحد كيف تيختار طريقة باش كيخدم غير هاد المعلومات يعني التقنية حتارموهم يعني باش تكون نشو ما غتستافدوا منهم كتر من أي واحد وكنت من إن شاء الله ما نكون شتقيل عليكم وتستافدوا معي وتبارك الله عليكم يا إخواني ومنسوا شبوحة الله يكوب بارداش تبارك الله عليكم